صباح الخير لكل من يتابع هذه الفقرة الفنية الممثل السوري ثامر إسماعيل هو ضيف هذه الفقرة أحد نجوم وأبطال فيلم دورذي العربي العالمي صباح الخير صباح النور مبسوطة كثير بالفيلم ثامر لأنه في شي جديد يعني حسيت لأول مرة أنه نحن فعلا صار في عنا صناعة عالمية عربية رغم أن الفكرة يمكن بمطرح من المطارح ما بتتصدق بس أنا صدقتها يعني عادة هاي الأفلام كتير موجودة بي بنشوفها يعني بالسينما الهوليودي والأميركية مو بضرورة نصدق هذا النوع من الأفلام يعني هو هذا التريدر يعني هو بيلعب على المشاعر أكتر مو هو لأنه نحكي قصة منطقية صائرة وهو بالأساس يعني الفرضية العلاقة بالمستقبل بمكان غير محدد بذي زمن تقريبا مانو محدد كمان فهو بيعتمد على الإبهار البصري وعلى أداء التمثيل اللي فيه وعلى الموسيقى والإخراج وعلى هاي التفاصيل يعني هو هيك فيلم ممتع في ناس بتحب هذا النوع من الأفلام اللي فيها هذا الكم من العنف الحقيقي اللي بيشبه أفلام ترنتينو إذا بدنا نقول صحيح أنا كنت سعيد جدا بهاي التجربة الحقيقة يعني مبسوط إليك انبسطت بالفيلم حتى كمان مبسطت وضليت مغمضة عيوني 3-4 على الوقت من دقيق في المن كتر ما كان في قتل بس الحقيقة كل واحد منكم كان عامل كاركتر وكتير قوي وحي يعني كل واحد منكم كان عامل شي شخصيتك كتير حلوة بالفيلم سامر قدي اشتغلت على هذا الدور الحقيقة أول شي شكرا يعني طبعا اشتغلت فيه أنا هذا بالنسبة لي كان أول فيلم سينما بيشتغل فيه الموضوع كتير ممتع يعني زعوني فسدوا لي أخلاقي شوي بالنسبة لموضوع المسلسلات لأنه نحنا المسلسلات بيكون في عنا فترة تقريبا 3 شهور أو هيك شي بدنا نصور فيها يعني كمية مشاهد تعادل مثلا 10 أو 15 ضعف الشي لعمل ساوي بالفيلم بالفيلم كان في عندي أنا مدة شهرين كان عندي كل الوقت أنا كنت كتير مسترخي كان بيضل الشغل بالسينما أمتع بيضل الواحد بيشتغل على التفاصيل أكتر في عندي تقريبا بالفيلم أنا أربع مشاهد أو خمس مشاهد بيظهر فيهم كان عندي شهرين اشتغل عليهم كل هذا الوقت يعني فأخدت وقتي وكنت مسترخي كان معي ناس مختصين بالحركة والقتال وهي التفاصيل المخرج كان متعاون قعدنا قبل التصوير وأثناء التصوير حتى وقت اللي نخلص أيام نروح مثلا نشرب قهوة أو شي نعود نحكي عن الفيلم ونحكي عن الشخصية فهذا الشي كلها تساعد لحتى أن هذه الشخصية تظهر بهذه الطريقة كنت بدي أسألك عن مشاهد الضرب يعني بالفعل كانت متقنة جدا قديت لك عم تتدرب؟ قريبا شي شهر وشوي تقريبا أربعين يوم كان كل يوم في عندي تمرين مع مختصين بيعملوا هنن بيشتغلوا بأفلام أميركية من رومانيا هنن يعني وبنفس الوقت هنن كمان رياضيين أبطال ملاكمة وأبطال هيك أشياء فأنا كنت أنزل على النادي تبعون يوميا مع الفريق كامل أتمرن كأني ملاكم يعني أتمرن كأنك عم يجهزوني بهذه الطريقة يعني هلأ إذا حدا قرب عليك خلاص بتقدر سامر بعد هذا الفيلم السينمائي بيخطر لك أنك ترجع بقى تعمل تجارب سينمائية مع ناس أقل مستوى خاصة أنه المستوى التي تقدمت فيه الفيلم عالي جدا تقنيا وحتى إخراجيا يعني ما أعرف كيف بدنا نوصف موضوع الأقل لأكيد هذا مستوى كثير كان عالي لأن الحياة كمان كان فيه إنتاج كثير ضخم أنا ما عندي مشكلة أني يشتغل بإنتاجات أقل ضخامة إذا كان النص والدور اللي عم ينعرض علي والمخرج اللي عم يشتغل عندهم شي حقيقة يعني فيني ما كتير تقني لي هذا التفصيل تحديدا أذن تقني لي أنا الشغل بقلبه يعني نوعية الفيلم ونوعية التحضير وكيف بدنا نقدم حالنا بتحب أنت تقدي هذا النوع من الأدوار يعني اللي بيتابع مسيرتك سامر الفنية رغم أنه هي أصيرة زمنيا ولكن كان في إلك دائما أدوار معلمة بحسك أنت بتختار دائما الشخصيات المركبة وبتحب أنك تبدع فيها يعني بتحب أنك تشتغل كتير على الكاركتر من جوا حتى أكتر من برا هي حقيقة والله أنا يعني فيه ناس بعرفهم بشتغلوا بالمهنة بالتمثيل يعني فيه ناس بتحب التمثيل كرمال تطلع على تلفزيون أو هيك أشياء فيه قسم تاني بيحب التمثيل أنا بحب التمثيل أنا بحب التمثيل أكتر شي بالحياة يعني هذا الشي الوحيد اللي بحب أعمله وظل عمساوي بحب أورط حالي بتحديات أكتشف حالي فيها من خلالها بطريقة جديدة يشوف حالي بشخصية مختلفة بالنسبة لي هذا النقطة الأساسية ليش أنا بحب التمثيل كديش أنا فيني جرّ بكون أشخاص تانين ما بيشبهوا بعض أبدا الحمد لله يعني لهلأ بتوفق يعني بالاختيار إن شاء الله أقدر ضلني عم أتوفق بهذا الشي الشخصيات الشريرة أكثر المتعة باللعب من الشخصيات العادية يلي ما كتير في عندها أو ما كتير بتضطر أنك تستخدم أدوات يعني من جوة لتأديها يعني ما هيك بالنسبة لي هي شخصيات الشريرة بيكون فيها بس مساحة أكبر أنه الواحد يلعب بس بالنسبة لموضوع المتعة أنا بالنسبة لي هي وحدة يعني أنا مجرد أن يكون بالتصوير مع مخرج عرفان شو بده عم مع كرو عم يشتغربوا ممثلين صح بالنسبة لي يعني كتير بيكون مستمتع بس هي كمساحة للعب كالواحد هي كي أظهر فيها أدواته أكتر بظن إلى حد ما شخصيات الشريرة هيك بيكون فيها هاي المساحة اللي يقدر الواحد فيها يلعب أكتر نشوي قلت لي أنه فسدوا لك أخلاقك لما اشتغلت معهم أنت بعدك مقيم بالشام سامر ولهلأ الأعمال الدرامية بسوريا شغالة وأنا بعرف أنه دائما أنت بينعرض عليك كم كبير من الأعمال وبتختار أو بتنتقي منها الأليل اليوم بعد ما بتشتغل مع ناس بهذا الاحتراف وبترجع بتشتغل بالشام ضمن الظرف السيء يلي لهلأ عم بتجرب الدرامة السورية أنه تنهض منه بيتعبك هذا الشيء يعني ضلك عم تشتغل بنفس الروح ولا لا أمن هيك حقيقة هو شيء كتير متعب بصراحة يعني الوضع تعرفي أنت بسوريا يعني على كل الأصعدة معنى مريح مو بسبه هنتنا هي المتضررة بهاي الحرب كل شيء بالحياة هناك متضرر يعني طبعا يعني بيشكل إرهاق إلى حدين ما هذا الموضوع يعني أنا كنت عم يشتغل بمكان كتير عم يكون فيه التفاصيل معمولة بطريقة منيحة بس بنفس الوقت فيه شيء عاطفي كتير كبير بيرطبطني بالشام أنا ما فيه يتخلى عنه يعني بحب أن يكون هناك بحب يشتغل مع الناس هناك لهلأ فيه ناس كتير كتير مناح ما تخلوا لسعتهم مع العلم أنه فيه عندهم عروض يشتغلوا بره كل الوقت بس أنه خلاص مصرين أنه نظل نحن موجودين هناك وهو متعب بس ممتع نفس الوقت بالتوفيق سامر اسماعيل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة